الشعب يريد! الشعب يريد! المشهد الأول عيلة اسمها رومانوف حكمت الامبراطورية الروسية من 1613 لـ 1917 300 سنة تقريباً الامبراطورية الروسية في الوقت ده لازلزت وبقى لازلت بعرض ثلاث قرات أسيا وأوروبا وأمريكا قبل الوقت ده والعصور متتالية كانت المساحة دي من الأراضي اللي بقت بعد كده تابعة الامبراطورية الروسية مصدر للعبيد كل مستعمر يجي يهبق على المنطقة دي يستعبد منها شوية مغول بقى أتراك أوروبيين وفي نوع تاني من العبيد كانوا باعوا نفسهم مقابل أنهم يأكلوا ويشربوا خصوصاً في أوقات المجاعد لحد ما وصل عدد العبيد هناك لـ 20 مليون عبد وفي الألف وتمنميات كده ظهرت حركات حقوقية بالطالب بتحرير العبيد وافق على الموضوع ده قيصر خفيف ظريف لطيف اسمه ألكسندر التاني حرر كل العبيد الروس حررهم بس فضلوا على وضعهم شغالين أجارية في الأرض اللي بيزرعوا فيها بعد كده ابتدت حركات تمرد واحتجاجات تشتغل بيطلبوا تحسين أوضاعهم مات ألكسندر التاني الخفيف الظريف اللطيف وويرث الحكم ابنه ألكسندر التالت اللي كانت إيده طرشة حاول يلملم في الليلة دي بكل قوته لكن خلاص العجلة ضارت 1894 يتولى ابن ألكسندر التالت الحكم وكان اسمه نيكولا التاني كده إحنا عدنا ألكسندر التاني الخفيف الظريف ألكسندر التالت وإيد طرشة نيكولا التاني اللي مسج دلوقتي من بداية القرن العشرين كانت روسيا مولعة بالحراك السياسي والمطالب والاحتجاجات والأفكار إلى آخره. الحراك ده كان مبني أساسا على أكتاف العمال اللي كانوا عبيد فلاحين محررين بالاسم بس زي ما حكينا. كانوا عايشين حياة في منتهى السوق. الحراك ده كان حراك قوي آه بس لسه موصلش للكتلة الحارجة اللي ممكن تعمل تغيير. حراك قوي على مستوى النخب اللي ليهم انتماءات سياسية. بس لسه ما وصلش للشارع وللحرفيش. لسه الناس مش حاسة ان المطالب السياسية اللي بيطالبوا بيها دي ليها علاقة بلقمة عيشهم. وحاسين انها اخنائة على السلطة ما تخصهمش. ومعتقدين ان الكنيسة والقيصر هم السند والدعم والأمان للامبراطورية الروسية كلها. مش معنى كده ان الحراك ده ما بيزيتش. بالعكس الحراك بيزيد بس برضو لسه حبتين. في 1903 جه السيس اسمه جورجي جابون. قالك طب يا جماعة ما تيجوا نعمل حاجة لطيفة كده نفيش فيها طاقات العمال دي من غير ما يزعلوا الحكومة. القص جورجي جابون ده راح عمل تجمع صغنطة كده سماها تجمع عمال المصانع والمطاحن بمدينة سانت بيترسبيرج. تجمع مسالم غلبان متدين. الهدف المعلم من التجمع ده هو دعم الفلاحين الغلابة ماديا وتقويمهم اخلاقيا ودينيا. والهدف الخفي زي ما قلنا هو تنفيذ طاقتهم بعيدا عن السياسة. ومحاولة اقناعهم واخناع غيرهم ان المشكلة مش في القيصر ولا في نظام الحكم ولا الحكومة. المشكلة فينا احنا. احنا مش مؤمنين بربنا كفاية. احنا مش بنعمل عملنا باتقان كفاية. الشعب هو الوحش والقيادة جميلة وامورة. القصة جورجي جابون كان بينسق مع الحكومة. مزبط بقى مع الشرطة والبوليس السري ومستف كل حاجة. العمال بيشتغلوا في مصناعهم وبيتكتفوا مع بعض وبيقدوا صلاواتهم وبيحبوا ربنا وما بيتكلموش في السياسة. الا الدعاء للقيصر. في عاقدته من القيصر ربنا هو اللي اختاروا وعينوا علشان يراعي مصالحهم. فمش ممكن يكون القيصر وحش. واكيد الاشرار هم اللي حوالين القيصر. اسطورة هو كويس بس اللي حواليه هم اللي وحشين. في ديسمبر 1904 اربع عمال اعضاء في التجمع ده اتفصلوا من مصنع بوتيلوف لأعمال الحدادة تع السوفيان. عمال المصنع عملوا اضراب تضامنا معاهم لما المدير رفض ان يرجعهم. وبفضل الحركة السياسية داير في الامبراطورية عمال 382 شركة كمان عملوا اضراب للتضامن مع الاربع دول ومع عمال المصنع. مية وخمسين الف عامل عملوا اضرابات. في يناير 1905 كانت سانت بيترسبرج ما فيهاش لكهرباء ولا جرائب. طبعا الكلام ده كله مكانش بس علشان يرجعه العمال للاربعة. الموضوع اتركب واخد شكل مطالب فائوية العمال سانت بيترسبرج واختلطت بيها مطالب سياسية. فصدقنا جورجي جابون هنا نطب سرعة علشان ينقذ القيصر من الورطة دي. وعلشان يفس للناس شوية. وقال احنا هنعمل ثلاث حاجات. واحد هنكتب عريضة فيها مطالبنا اللي احنا عايزينها. اثنين كلنا مع بعض كده هنعمل مسيرة لقصر القيصر. ثلاثة هنروح للقيصر ونديله مطالبنا في ايده. قاعد جورجي كتب عريضة في منتهى الادب. بيقول للقيصر فيها انك انت مبعوث العناية الالهية وانك اجمل حاجة حصلت في الدنيا ومحتاجينك بس تنظر للعمال بعين الرقفة. وحدد شوية مطالب لطيفة ظريفة كده. تحديد عدد ساعات العمل لثمان ساعات بس. وتحسين ظروف العمال شوية كده. ويا ريت القيصر يبحبحها شوية على العمال بقرشين. وخفى اي مطالب سياسية غير كده. وبعد ما العمال ضغطوا عليه راح ضايف طلب ان القيصر يفكر كده يوقف الحرب الروسية اليابانية اللي مستنزفها موارد البلد البشرية والاقتصادية. طبعا المطالب دي مدخلتش دماغ المعارضة السياسية اللي موجودة. المعارضة السياسية كانت عايزاها تبقى كلها مطالب سياسية واضحة. تكفل تحقيق المطالب الفئوية دي بشكل كامل ودائم. لا بقى البلاشفة ولا المناشفة ولا الاشتراكيين السوريين ولا غيرهم من الحركات. كلهم اطعوا المسيرة دي. صاحبنا جورجي جابون بعت العريضة دي لوزير الداخلية الاول عشان يطمنه. واخد موافقته على المسيرة. ما تحرفش بقى يا معلم ساعتها هم اللي حددوله ولا هو اللي حدد ولا هو كان قدرهم. اليوم ده القيصر مكانش موجود في القصر. وخلع في نفس اليوم الصبح بحجة اجتماع للحكومة. وراحت المسيرة يوم الحد 19 يناير 1905 يتقدمها القص عمر جابون عم جورجي خالد جورجي جابون. والعدد في المسيرة دي حسب المشاركين فيها كان خمسين ألف عامل. وحسب ما الحكومة كانت بتعد قالوا ان هم أربع تلاف بس. غالبا هتلاقيهم كان المثبتين العداد عندما اطلع كبري اكتوبر. وقفت المسيرة عند باب القصر الشتوي التاعب قيصر نيكولا التاني. حشد أمني خزع بالي. عشر تلاف جندي واقفين بالسلاح. الخطة بتاعت الامن كانت انهم يبلغوا المتظاهرين ان القيصر مش موجود فيروحوا. ولو ما روحوش بالزوء الامن هيوقفهم بس من غير ضرب. لكن كان يومها في حاجة عجيبة بتحصل. مجموعة ان العساكر انضموا للمسيرة. ومجموعة تانية ابتدت تهوش انها هتضرب. ومجموعة تالتة فعلا ضربت في سويداء القلب. ضربت اول صف اللي كان فيه صديقنا جورجي جابون. اللي كان تلاتين حالة بس. وعند المتظاهرين تلات تلاف. جورجي فلسع من البلد والتجمع بتاعه. الحكومة قفلته. وروسيا ولعت. انتهت اسطور الدقة هو حلو. بس اللي حواليه وحشين. والعمال فهمه كويس ان مطالبهم الفئوية دي مش هينفع تيجي من غير اصلاح سياسي كامل. والعمال كلهم حملوا المدعوء القيصر المسئولية بتاعت الناس اللي ماتت. وبقت فرصة القوى السياسية انها تركب الموجة الثورية العملية. والمظاهرات والاضرابات انتشرت في كل المدن الكبيرة في الامبراطورية. موسكو وريجا وارسو وغيرهم. حوالي نص مليون عامل اضربوا عن العمل. روسيا تشلت تماما. حاول القيصر انه يناور ويعمل مجلس سماه مجلس الدومة الامبراطوري حاجة كده زي مجلس الشورى بنهام استشارية لكن الكلام مدخلش على العمال. وعملوا اضراب عام فوق اكتوبر 1905 ركع القيصر على ركبه. وعلشان اتخيل درجة التركيع لقب القيصر الرسمي هو نيكولا امبراطور واوتوقراتي كل الروسيات في لقبه الرسمي انه امبراطور اوتوقراتي يعني هو بس المسؤول عن ادارة البلاد والعباد وما حدش ينزع ملكه. ولو حد خلفه او خلف رأيه يبقى خاين للدولة وللدين القيصر في اكتوبر 1905 وقع على وثيقة تخلي مجلس الدومة يكون مجلس تشريعي بجد وتكون مهمه تشريعية مش استشريعية بس وموفيش قانون يعدي في البلد الا بموافقة المجلس ووافق كمان على تشكيل الاحزاب السياسية ووافق على منح الحقوق المدنية الاساسية وحق الاقتراع لكل الروس دي كانت بس بداية نهاية الاوتوقراطية القيصرية في روسيا والنهاية الفعلية كانت اعدام القيصر نفسه. مظاهرة سلمية بمطالب فعوية محدودة حولها بطش وغشم الحاكم لثورة شعبية عارمة نفخته ونفخت نظامه وللأسف نفخت روسيا كلها بعد كده بس دي قصة تانية المسهد التاني الستينات وما ادراك ما الستينات شارل دي جول الثعلب حاكم فرنسا بقاله عشر سنين. الاقتصاد طاير في الهواء. نمو اقتصادي جبار ثورة صناعية ضخمة طبقة وسطع مالة كبر. وبالرغم من ان مفيش عدالة قوي في توزيع الثروة بس حياة الناس ماشية زي الفل والدنيا حواليهم درمغة في اوروبا وفي الصين فكانوا عايشين في جو مش احسن ما نبقى زي اوروبا والصين. التعلب دي جول قدر في الوقت ده ان يروض المعارضة ويحاولها لمؤسسات بتشتغل في اطار القانون فما فيش حد بقى لا بيلعب بديله في الدرة ولا بيقل لأدبه في العالم. لان كل واحد خلاص بقى مسؤول عن تصرفاته ومتعلق من عرقوبه. مع تساعد طبقة الوسطى زايد الاهتمام بالتعليم وخصوصا التعليم الجماعي وزاد عدد الطلبة من مية وسبعين الف طالب في بداية عصر دي جول لأكتر من نص مليون طالب في الف تسعمية تمانية وستين الضغط زاد على الجامعات العريقة في فرنسا فرحوا عاملين لها امتدادات وفروع في اطراف باريس في مناطق نقدر نسميها مناطق عشوائية. اتباد امتداد لجامعة السوربون جامعة اسمها نانتاغ. الفترة دي كانت عصر ازدهار المخدرات والروك اندرول والسكسي ليديز والهيصة دي فالانطباع كان ان الشباب كلهم في الغيبوبة وان كل شاب من دول عايش حياته وعايز يخلص دراسة ويطلع يرشأله في شغلانة محترمة وسط هيصة الانفتاح الاقتصادي ده. مع تكدس الطلبة في جامعة نانتاغ مجموعة طلبة عمل مظاهرة. بيطالبوا فيها ان جامعة نانتاغ يتخصص لها فلوس زيادة شوية زي جامعة السوربون. ومش علشان يعني هما من الطبقة الوسطى والوسطى الدنيا يتحلق لهم وبتوع السوربون يلهطوا كل حاجة وهو احنا في فرنسا كان بقالنا من 1900 وخشبا عاملين صورة علاقية ولوديا ولودويك ويك 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 فالشرطة عكشت ست عيال منهم. العالدي اصلا كانوا عاملين لجنة لمعارضة الحرب الامريكية في فيتنام. تخيل انه ده اللي كان شاغل الشباب في الوقت ده في فرنسا. الحرب الامريكية في فيتنام. تمانية من زميلهم يوم 22 مارس 1968 اقتحموا مكتب العميد واحتلوه الشباب كانوا بيطلبوا بالافراج عن زميلهم وتخصيص مكان ليهم للمناقشات والحوارات والهرق والنظر في وضع الجامعة. وطلبوا طلب ابيح شوية ان ادارة الجامعة يسمحوا ان البنات يناموا في نفس القواط مع الولاد احيه يا مسوسو احيه ادارة الجامعة استجابت بس بصيعة. وخصصت لهم خنس غنن كده. فرحوا منفضل لهم وعمل اجتماعاتهم في قاعة المحاضرات. واحتلوا مبناء داري في الجامعة. بعد الحدثة بتاعت طالب متحصرين داخل الجامعة. وقاعدين في مجموعات وعملين يهروا ويتناقشوا. وبدل ما كانوا زمان بيتناقشوا في حرب امريكا في فيتنام. وبعدها قاعدوا يتكلموا شوية على مشكلات الجامعة والمصاريف بتاعتها. بقينا دلوقتي بنتناقش في المشاكل الطبقية فرنسا. ولسه وسط الستة دول المقبوضة عليهم واحد اسمه داني كوهين بندل. طالب علم اجتماع يهودي من اصل الماني وهو العقل المدبر للحفلة دي كلها. قبح بقى يا معلم. التحم العمال مع الطلب. 50 شركة تم احتلالها من العمال 22000 عامل اضربوا عن العمل والدنيا ولعت في بر فرنسا كله. وشعرات اترفعت كلنا يهود المان. التجمع الاحتجاجي ابو تمانيا طلبة اللي زاد بقى 500 ل 1500 هيتحول لاضراب هيشل فرنسا كلها. اكبر اضراب في تاريخ فرنسا. يعني ثورة مستمرة من 1780 لحد يومهم ده وحربة اهلية وهيصة كل ده ما عملش اللي عمله تجاهل شرل دجول وحكومته لمطالب سبع طلاب. من هنا بقى التفاصيل كتير والفرح اشتغل. الاوامر جات بقفل جامعة نانتاغ. السربون تضمنت مع نانتاغ. فجات الاوامر بقفل السربون هي كمان. الفنين والشعراء والسياسيين خصوصا اليسارين تضمنوا مع مطالب الطلبة والعمال. نشطاء سياسيين ورموز النضال العمالي والطلابي في ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا دخلوا فرنسا لدعم الحراكة الطلابي. ذكريات الثورة الفرنسية المجيدة ابتدت وبدأت الغزوات. غزوة الحواجز أكوان من الحواجز جمعوها من أي حاجة في الشارع من المحلات والورش والجراجات أفل بيها المتظاهرين طرق باريس كلها وعطلوا البلد تماما. غزوة مهرجان كان. مقطعة شاملة دولية لمهرجان كان بسبب إيقاف أحد المخرجين المسرحيين المؤيدين للحركة الطلابي. ورسائل شرشا حاجات للحكومة الفرنسوية من نجوم عالميين منهم شرلي شابلين على سبيل المثال. غزوة البنزين العمال وقفوا إنتاج البنزين والعربيات العطلانة ملت الشوارع وكلما الحكومة تتغادة كلما المتظاهرين يعلوا سقف الطلبات. الطلبات وسطت لإقالة الحكومة وعملت انتخابات مبكرة لكن الصيعة بتقول الحكومة حاولوا يضغطوا على الاتحادات العملية والمعارضة المراوضة لتحت إدهم اللي كان تم تنيمها طول عصر ديجول وبدأوا يتكلموا معانهم في المفاوضات يرمونوا بحتة عظمة كده نرفع الحد الأدنى للأجور العمال 25% ورفع متوسط الأجور كلها العشرة في المية. المعارضة المراوضة أخذت تساوم عليها الثوار بس الثوار رفضوا تماما وقالوا الغازية لازم ترحل. طلع وقتها صاحبنا اياهم اللي بينطوا على أي حرك سياسي. اللي طف الزايا عندنا بتوع المجلس الرئاسي المدني وحكومة إنقاذ وطني والكلام ده. عرضوا نفسهم لتكوين حكومة مؤقتة قس ورقة لهم أمكم في العش ولا طالد. ديجول في الوقت ده هرب لمدة 6 ساعات. محدش كان يعرف وقتها هو راح فين. وبعد كده عرفنا إنه طلع على قواعد الجيش الفرنسوي في ألمانيا علشان يتأكد إن الجيش في صفه. الطم من البرينس ورح راجع خابط بيان بيرفض الاستقالة وبيعرض انتخابات مبكرة في يونيو وطالب الطلاب يرجعوا لدراستهم والعمال اللي شغلوهم. وبعدها رح منزل أتباعه في مظاهر الأصر الرئاسي 800 ألف ديجولي نزلوا في مظاهرات للإليزيه يغنولوا تسلم الأياء دي. استغل ديجول المنظر ده ورح نافخ المعارضين. حل شوية حركات يسرية وقابض على شوية نشطاء فالثوار اتهده. في انتخابات يونيو المبكرة اللي أعلنها ديجول حزب ديجول اكتسح وأخذ أصوات أكثر من الانتخابات اللي قبلها. إيه كده انتصر ديجول؟ اتعامل بعدها استبيان بين الفرنسويين بعد الحادثة دي على شعبية ديجول نفسه. اتعامل ديجول اللي اضطروا ان يستقيل بعدها بسنة واحدة. بس دي قصة ثانية. المشهد الثالث. الحركة السياسي المعارض في إيران فضل من 1962 حرك نخباوي أو محدود. ممكن يحصل مرة أو اثنين وينجح انه يحرك الأغلبية الصمتة من غير الإسلاميين والمسيسين معاه إلا ان الأغلبية الصمتة كانت في صعود وهبوط متتابعة. معارك ونس بتموت وبتتنفي وبتعتقل وإسلاميين بيحاولوا يشحنوا الناس بشحن ديني عاطفي وماركسيين بيحاولوا يحركوا العمال والطبقات الفقيرة وهبه هبه 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 والأغلبية الصمتة بتتحرك بحضر. لحد أكتوبر 1978. شاه إيران. راح رازع خطاب ناري تاريخي أكثر مما كان هو يتخيل. طلع يقول ان العمال اتدلعوا جامد. وان العمال اللي مش بيشوفوا شغلهم كويس دول هيتشالوا من ديولهم زي الفران ويترموا في الشارع. وانهم بدلعهم ده مش بس بيخونوا ضمرهم دول كمان بيخونوا واجبهم الوطني. ورح قيل لهم من كام سنة كده يقصد قبل اكتشاف البترول يعني؟ كان العامل من دول اللي دلوقتي قاعد وبيتهاشتك مستعد انه يشتغل يوم كامل مقابل واجبة واحدة. وما كانش بيبطل شغل ولا بيشبع منه. لكن دلوقتي يبقى انا بنضور على العمال مش لقينهم. ولازم نجل وراهم نشحتهم شي حابة. وختم كلامه ان الناس لازم تشتغل اكتر. وتضحي اكتر. وتشد الحزام اكتر. ويقللوا شوية من طموحاتهم الاقتصادية. يا اخي سبحان الله. زي ما يكون الصنف ده ربنا مسلط عليه لسانه. دلوقتي بقى في تهديد صريح للطبقة العاملة. وبدأت الحرب تقرب من اكل عيشهم. وكمل على الخطاب ده حملات ازالة عشش وعشوائيات كانت على تخوم العاصمة. وبدأ هنا يمعلم طوفان من الاضرابات العملية. الاساس فيها هو المطالب الفئوية. اضرابات بالطالب بالحوافز السنوية. وبتأمين صحي. وزيادة الاجور 20%. وعودة بدل السكن. والاضرابات دي كانت في صناعاته خدمات كتير جدا وحيوية ومهمة. عمال الكعربة. عمال النظافة. شركة المياع. عمال الغزل والنسيج. عمال المطاحن. ويعمل خطط تقشف علشان يحاول يسيطر على التضخم. ناس اكتر تبدأ تتضرر والاضرابات والغضب الشعبي بيزيد. ومشكلته الاساسية خبتها ده ان خططه كلها كانت بتيجي على دماغ الغلبان. إلغاء الحوافز السنوية للعمال والموظفين الغلابة. وخفض بدل السكن لعمال البناء. وغيره من الاجراءات اللي كانت بتيجي على دماغ الفؤرة والغلابة. المحللين بيقولوا ان كل اللي فات من حراك على مدار 6 سنين ده كان حمادة. واللي حصل بعد انضمام الاغلبية الصمتة في 78 حمادة تاني خالص. من عشرة ولا عشرين الف متظاهر في الشارع لنص مليون في مليون في كبشة ملايين متظاهر. الشاه قعد يفلفص ويحاول يوعد بتنفيذ وعوده اللي وعدها بانه بيوعدهم انه هينفزها. لحد ما جاه اضراب عمال النفط اللي استمرت 33 يوم وكده بالسلامة. الشاه كده ما بقاش عنده بترول يبيعه ويقدر بفلوسه يوعد انه هينفز وعوده اللي وعدها بانه بيوعدهم انه هينفزها. وكانت الفرصة الزهبية للمعارضة باطلاق قصاصة الرحمة على الشارع. الشعب يريد! الشعب يريد! الشعب يريد! السؤال المتكرر. انت الناس بتصور؟ ليه الناس طول ما الخناقة بين الحكومة والسياسيين بيعودوا يتفرجوا ومبيتحركوش؟ ليه الناس مش بتصور وتحتشد لما يتقتل ألف ولا ألفين من الإخوان؟ ويولع الدنيا لما يتقتل سواق توك توك في الضرب الأحمر؟ مئات الأطباء والمدرسين في كلية الطب وأعضاء مجلس نقاط الأطباء يتسحلوا ويتمسح بهم الأرض ويعتقلوا في سجون لا تقارن حتى بالزرائب لازميلهم اتحركوا ولا انقابتهم اتكلمت. لكن لما كان دكتور اتضربوا في مستشفى من كام عسكري أطباء مصر كلهم انتفضوا علشانهم. وليه وليه وليه؟ الناس ليه مش بتحرك لما الناس مسيسين يتفحتوا ويتحركوا لما حد مش مسيس يجرالوا أي حاجة ممكن تكون أقل بكتير من اللي حصل في الجماعة دول. ليه بيتحركوا للمطالب الفئوية المحدودة ومش بيتحركوا للمطالب السياسية العامة؟ اللي المفروض ان هدفها تحقيق كل المطالب الفئوية دي بس بالجملة مش قطعايا. في رأيي الشخصي ان الاحتجاجات وحرك السياسيين ما بيتحاولش الثورة إلا لما عامة الشعب تتعد فئويا. وطول ما الخناقة ما بين سياسيين فالموضوع ما يخصش الشعب. انتو بتتنفسوا مع بعض على الطرطة واحنا ما نجدعوا بيكم. واي غشومية من اي طرف ليه هتبررها اللي الناس هتقبلوا. باختصار الجيم مش بتاعهم. لكن لما الضرب يبقى في الناس اللي ماشي جنب الحيط وعايزة بس تسترزق وتاكل عيش لا بقى الوضع هنا بقى مختلف. كده خلاص بقنا كلنا مستعدفين. في رأيي الشخصي برضو ان اليوفط بتفرق ما بتجمعش. التمنتاشر يوم بتوع التحرير 2011 كانوا من غير يوفط خالص. ولما طلعت اليوفط اتفض تحرير التمنتاشر يوم. واللي عايز دلوقتي يشيل يفطة لازم يكون قادر ان يحارب لوحده من غير الحرفيش. وما يزعلش بقى لو ما نزلوش معاه ولا زعلو على اللي بيحصلو. ويقعد يندع عليهم وانتو ليه مش وقفين معانا ولا الكلام ده خالص. كل ما هترفع يفطة هتخسر شوية ناس. ولو عقلك صور لك انك لازم ترفع يفطتك علشان تثبت ملكيتك للثورة تبقى غشين وبتقراش تاريخ. الثورات طول عبرها مركوبة مش محتاجة يوفط. لو كمنا الحكايات اللي حكينا عنها دي سنتين ثلاثة كمان بعد المشاهد اللي قلناها. هنكتشف ان ناس تانين خالص غير الثوار دول هما اللي حكموا. منهم اللي حقق مبادئ الثورة ومنهم اللي ارتصها ومنهم اللي ارتص بعد ما ارتصها. دايما الثورة بتخلي البلد تلف تلف زي النحلة لحد ما تقع في حجر صاحب الرؤية الأرعد اللي عنده الإجابة على سؤال وبعدين. الخميني مثلا اختلف او اتفق معه للصبح بس كان برنس البرانيس. وقت ثورة إيران دي كان شغل في نفس الوقت في ناحية بيغير الفكر الشيعي من فكر المهدية وانتظار عودة الإمام المهدي قبل ما يفكره في إقامة الدولة لحتمية إقامة الدولة الشيعية والسيطرة على الحكم علشان الإمام المهدي يرجع. وفي الناحية الثانية بيأرتص اليسار ويوريه من هو كمان ضد أمريكا وبيحاصر صفارة أمريكية وتكتسح شعبيته شباب اليسار بشكل أكبر من شعبية كل قيادات اليسار نفسها. وفي الناحية الثالثة خارجيا بيأرتص الإسلاميين السنة ويقناعهم انه عايزوا يقيم دولة بتحكم بالشريعة. مش دولة طائفية شيعية بتقتل وتعدم السنة والعرب. وفين على ما رفع يفطته وبقلش الناس دي كلها؟ الكلام ده مش كلام إعجاب اللي عمله الخميني لكن توضيح ان اللي شايف كويس هو اللي بيقوش واللي عمل فيها السبع رجالة وهو مش شايف أبعد من تنتوفة منخيره بيتأرتص هو والسبع رجالة. تفاصيل العمل الخميني في الثورة الإيرانية انتظروه مننا إن شاء الله في أول حلقة جاية من بلها جايز اللي هتكون مش عارف إمتى. ونتمنى يكون الفيديو ده مفيد لحضراتكم. اللي شايفه مفيد يعمل لايك وشير وسبسكرايب. واللي مش شايفه مفيد نعتذر مرة تانية على تضيع وقت حضرتك. وشكرا جزيلا ونراكم قريبا إن شاء الله. سلام. على دولنا العظيمة. وإزاي بيتم تحريك شعوبنا الوعية الجميلة دي بالرموت كنترول. وهو بقى دلوقتي الشجاع البطل اللي هيستقصل الورم ده. ولازم الجيش والشعب يستحملوا الأعراض الجانبية. شكرا جزيلا وشكرا جزيلا.